السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا ليوم الجمعة واحد آذار مارس طبعا ملاحظة جمعة مباركة على الجميع والشيء لأن توقعاتنا اليوم ليوم الجمعة وأيضا جدول شهر آذار مارس لأخلو المسار وانتقال وتحركات الكواكب وسعودة ونحوسة الأيام والأيام اللي تصلح للتجميل واللي لا تصلح للتجميل أو للعمليات الجراحية صارت موجودة في صندوق الوصف اللي بيحب يطلع عليها أو يسجلها يحفظها عشان يعرف ويبرمج حاله خلال هذا الشهر فأصبحت موجودة ومتاحة القمر اليوم موجود في برج العقرب ورح يظل موجود في برج العقرب زي ما حكينا لغاية الساعة واحدة وخمس وخمسين دقيقة من بعد ظهر يوم السبت اللي هو يوم الغد لا ينتقل القمر بعديها لبرج القوس القمر الآن موجود في منزلة القلب وهي منزلة للظفر والنصر والثبات والربح والسلامة ورح يظل القمر موجود في هاي المنزل لغاية الساعة التسعة وست وعشرين دقيقة مساء من مساء اليوم الجمعة لا ينتقل القمر بعديها لمنزلة الشولة وهي منزلة للظفر والتفريق والسلامة والربح والخراب والتسليط القمر بما أنه موجود اليوم في برج العقرب معناته ما منعرف الحل الوسط لا في تصرفاتنا ولا في علاقاتنا يام نحب يام نكره يام نتقرب يام نبعد يام نتواصل مع الغير يام نقطع العلاقات وبيلعب الجنس دور مهيمن في حياتنا إحنا بحاجة للتحكم في عواطفنا وتصرفاتنا بشكل جيد وخاصة الأشخاص اللي بيعانوا من مشاكل أو من ضغط عاطفي لأنه ممكن أنهم ينفجروا عند أي مواجهة أو كلمة أو انتقاد في من حولهم يمكننا الاهتمام فيما يتعلق بشركات التأمين أو الضريبة أو البنوك أو قراءة رواية أو مشاهدة فيلم وغامرات واتخاذ قرار مهم وشراء منزل أو الاهتمام بالعقارات بالنسبة للزوايا الفلكية أول زاوية رح نتكلم عنها وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين الشمس هاي الزاوية رح تكون الساعة 12 و 52 دقيقة بعد ننتصف الليل بتوقيت جرينتش بنولي مزيد من الاهتمام لصحتنا بنتلقى المساند والدعم من الأصدقاء بنتجه لتغليب العقل ومنصبح أكثر قدرها على السيطرة على مشاعرنا بتساعدنا على التوازن والثقة بالنفس ونجاح العلاقات العاطفية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التقاول السلبية بين القمر وبين المشتري هاي الزاوية رح تكون الساعة 11 و 39 دقيقة فجرا بتوقيت جرينتش يجب توقي الحذر ممن يحاول استغلال طيبتنا وكرمنا ابتجعلنا نرى المشاريع بحجم أكبر من حقيقتها وبنثق في وعود غير واضحة وممكن نقبل باقتراحات غير منطقية بأن نكون متأقضين حتى في نفقاتنا ولازم نتجنب الإفراط في الأكل لأنه ممكن يعرضنا لعسر الهضم أو التخمي أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التثليث إيجابية بين القمر وبين عطارد هاي الزاوية رح تكون الساعة 14 و 18 دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش ابنشعر بقوة الفكر والقدرة على الإدراك الجيد للأمور بالإضافة إلى نشاط الذاكرة وسرعة البديهة بتزيد من خيالنا وبتقوي من ذاكرتنا ومنطقنا وبتمنحنا كفاءات للعمل التجاري وبتزيد من ثقتنا بأنفسنا ومنتقلق بفضل سهولة تعبيرنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التربيع سلبية بين القمر وبين المريخ هاي الزاوية رح تكون الساعة 5 و 7 دقائق صباحا بتوقيت جرينتش ابتخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني فمنكون بحاجة للهدوء والتحلي بالصبر في أي مساعة منكون فيه يفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد واللي بيكون محبط عاطفيا بتور ثورة عارمة من الغضب وبتجعلنا عدوانيين كثيرين الصمت بتزيد من خيالنا تدفعنا لأقصى الحدود السلبي بالأفكار وبتسبب لنا خصومات مع النساء ويستحسن أن لا نقوم بأي عمل مهم ونحاول أن نخلد للراحة هذا التحول مضر جدا للصحة وخصوصا الصحة النفسية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديس إيجابية بين الشمس وبين المشتري هذه الزاوية رح تكون الساعة 12 و14 دقيقة ظهرا بتوقيت جرينيتش اللي هي ذروتها طبعا مستمرة لسبع أيام قادمة تأثيراتها بتدفع بحدودنا بصورة عامة وبتقوي إرادتنا تمنحنا الثقة بالنفس والتسامح والميل لحسن التصرف هذا الاتصال بيجلبنا الحظ والنجاح وإمكانية أنه يكون لنا دور اجتماعي مهم وممكن نحقق ما يعاني في حياتنا المهنية بعض النجاح حتى على المستوى المادي وبتربطنا علاقات مهمة ونافعة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربية سلبية بين القمر وبين الزهرة هذه الزاوية رح تكون الساعة 11 و8 دقائق ظهرا بتوقيت جرينيتش أكثر المتضررين هم اللي بيكون عندهم مشاكل عاطفية إذ بيتجهل التنفيس من خلال صرف النقود بإصراف دون حساب وبتزيد من ضعفنا وميلنا للفوضى والتقلب وبتكون عنا رغبات ممكن تأدي فينا لخيبات أمل عاطفية لازم نراقب كلامنا وتصرفاتنا لأنه ممكن نأذي فيها الآخرين دون أن نشعر أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التقابل السلبية بين القمر وبين أورانوس هاي الزاوية رح تكون الساعة 552 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش ابتخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني يفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر مننا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك تجعلنا سريعين التأثر عن دين غريبين الأطوار وممكن يتعرضنا لتغييرات مفاجئة في الراي أو العواطف وبتدفعنا للعلاقات العابرة اللي ممكن أن يتعرضنا للفراق بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية طبعاً أنها الأعضاء التناسلية المستقيم الشرج الحليل الغدد التناسلية المبايد لبروستاتا عظم العناع والجينات هذه الأعضاء هي الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية وإذا شعرنا بشيء غير اعتياد راجع طبيبنا طبعاً لا يصلح هذا اليوم لإجراء عمليات جراحية لهذه الأعضاء إلا إذا كانت اضطرارية باقي أعضاء الجسم ما في أي مشكلة لإجراء العمليات الجراحية هذا اليوم مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن ولكن مش الجراحة لأنه في زاوية مع الزهرة إلا إذا كانت في ساعات الصباح يصلح هذا اليوم لإزالة الشعر الزائد بالليزر للأشخاص اللي بعانوا من كثافة الشعر يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ولكنه لا يصلح للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه موجود في برج العقرب قلو المسار القادم بيبدأ تمام الساعة سبعة وسبعة واربعين دقيقة صباحاً بتوقيت جرانيتش من صباح يوم السبت وبيستمر حتى تمام الساعة واحدة وخمس وخمسين دقيقة بعد الظهر بتوقيت جرانيتش لا يستقر القمر بعديها في برج القوس أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المحدب عمره واحد وعشرين يوم الساعة تسعة واثنين وخمسين دقيقة مساء بصير اثنين وعشرين يوم نسبة الإضاءة سبعة وستين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الحوت حتى يوم عشرين ثلاثة سعيد الآن بنسبة ستين في المية ساعة العصر سعيدة بنسبة ثلاثين في المية القمر في العقرب حتى يوم اثنين ثلاثة منتحس الآن بنسبة أربعين في المية ساعة المساء منتحس بنسبة خمسة عشر في المية عطارد في الحوت حتى يوم عشر ثلاثة منتحس الآن بنسبة 10% ساعات العصر سعيد بنسبة 5% الزهرة في الدلو حتى يوم 11-3 منتحس بنسبة 75% المريخ في الدلو حتى يوم 22-3 منتحس بنسبة 40% المشتري في الثور حتى يوم 25-5 منتحس بنسبة 10% زحل في الحوت حتى يوم 29-6 سعيد بنسبة 15% أورنس في الثور حتى يوم 1-9 سعيد بنسبة 15% نبتن في الحوت حتى يوم 2-7 سعيد بنسبة 15% وبلوتوف الدلو حتى يوم 2-5 سعيد بنسبة 15% أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا اليوم بيحمل لكم فرصة لمكسب مصدر شراكة أو تعويض ولكن صحتكم أو صحت قريب للكم بتكون بحاجة للرعاية علجوا الأمور بموضوعية وتجرد وكونوا حارصين على تلطيف الأجواء استشير وتأكد من المعطيات قبل التوقيت على عقد أو مشروع برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور اليوم بينصب تفكيركم حول تدعيم شراكاتكم سواء المالية أو العاطفية أو ما بين الأزواج حاولوا أنك تحافظوا على هدوء عصابكم ونبرد صوتكم وما تعرضوا لقاءاتكم للفشل ممكن تسبب لك هاي الفترة يعني نوع من أنواع الحزن أو تشعر بالظلم أو القاهر فلا تيأس أكون صبور لعلك تنجح برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة أنجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم ونظموا جدوى الغذاءكم وخذوا قصد كافي من الراحة ولا تسمحوا لأي أحد بأنه يشكك بقدراتكم ناقش واستفسر عن التفاصيل استشير الخبراء وما تتشبث برأيك واستمع لأراء الآخرين بهدوء وروية وما تتسرع بقراراتك ممكن اليوم تنشغل بملف أو معاملة برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان بتجتازه يوم إيجابي بيبعث على البهجة والإنشراح وما بيتخلى الحظ عنكم عاطفيا وماليا ممكن تنجح في مفاوضات أو تحقق أعمالك تقدم واضح حاول أنك تخصص وقت لعائلتك لا أحباك أنت اليوم مشحن بالحيوي والحماس لمتابعة مسالك وللتواصل مع المحيط برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد بتنهمكوا بإدخال تعديل على مسكنكم منكم أشخاص ممكن يغيروا سكنهم وبيميلوا لتقارب مع أفراد العائلة أو مديد العن لإلهم ممكن تدخل فترة فيها مواجهات مع الحبيب أو مع أحد أفراد العائلة الفترة متوترة جداً ممكن تضطر للاهتمام بأحد أفراد العائلة أو بعط المنزلي أهم شيء أنك ما تهمل صحتك برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء بتنشطه بالدراسة والسفر والاتصالات وبيكون هذا اليوم يوم مناسب للخروج بنزهة قصيرة ولتعزيز العلاقة مع أخ أو جار هاي فترة مناسبة للمفاوضات شرط التحلي بالرؤية والحكمة والموضوعية بدعوك للتكلم والتعبير عن عواطفك وتوضيح أفكارك منكم أشخاص ممكن يطلق حملة ترويج أو يسمع خبر سار برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان بينصب اهتمامكم حول ضبط ميزانيتكم والفرصة متاحة للحصول على مال بيكون على الأغلب من عمل إضافي وهي فترة حافلة بالأعمال والمسؤوليات أهم مش أنك تتفاعل بالخير وانطلق وسعى للوفاق والحلول الوسط ولطف الأجواء وحسن العلاقات يعني اليوم فيه انشغالات على الصعيد المالي برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا اليوم أنتم نشيطون وحيويون وبينجذب لكم أفراد من الجنس الآخر بادر لخطوة جديدة من شأن هنهى الدعم من مركزكم الاجتماعي بدور الأحداث بسرعة كبيرة مع وجود القمر في برجكم وبتستعيد كامل حيويتك وبتتلقى جواب كنت بتنتظره ممكن تفرح لخبر أو لإنجاز معاملة وبتنطلق بمهمة طال انتظارها وفي شيء جديد رح يدخل حياتك يعتبر هذا اليوم من أكثر أيام الشهر حظا برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس بتجتازوا بصورة عامة يوم غير مريح صحيا ونفسيا بسبب وجود القمر في بيت المتاعب ولكن رغم عدم وجود أي مخاطر أنجزوا فقط ما بوسعكم من العمل الضروري وإخلدوا للراحة حذروا من بعض المحتالين ومن بعض خيبات الأمل الحضوط قليلة فما تجازف بانتظارك اليوم تأخير أو فوضى فمن المستحسن عدم الارتباط بموعيد مهمة برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا أشخاص بترتاحوا لصحبتهم بوسعكم تحقيق أمني بمساعدة صديق أهمش أنه ما تعمل وحيد بل شارك وساعد وتعاون مع الغير لتحقيق النجاح المطلوب ابتفرح بوجود أحد الأصحاب وممكن ترفع عن نفسك في لقاء ودي غير منتظر برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو هذا اليوم يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو بيرغبوا في إدخال تغيير أو تحسين على طبيعة عملهم واللي بيعملوا بينجحوا بإثبات جدارتهم وللرضى المسؤولين منكم أشخاص ممكن يهتموا بصحة أحد الوالدين أهم إشي إنك ما تنجر وراء التسرع والإنفعال حاول إنك تكون هادئ ما اليوم يعني فيه نوع من أنواع التحدي في لحظة معينة بيكون فممكن تبدو غاضب أو عدائي فحاذر الخلافات وممكن اليوم إذا التزمت بالتعليمات والهدوء ممكن تكرم أو تحصل على فرصة مهمة برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت اليوم تركيز كله على الاتصالات الخارجية أو تعامل مع أجانب أو مع شركات أو مؤسسات أو الدراسة والتعليم فاليوم بيصلكم خبر سار من بعيد وبتشعروا بقوة العاطفة مع أحباكم يوم مناسب لإجراء مقابلة بعض موليد برج الحوت ممكن يسافروا أو يهتموا بموضوع سفر بتعلق برحلة أو ممكن تفرحوا لإنفراج أو تسوي مهمة أو ممكن تهتموا بهواية جديدة بتكون حيوي ومتحمس لمتابعة المساعي وكمان عندك قدرة على التواصل مع المحيط هيق من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء